أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن ما تدعيه قطر بوجود حصار عليها هو مخالف للواقع وأضاف معالي وزير الخارجية في مقابلة مع قناة العربية أن كلمة حصار خطيرة في القانون الدولي لكن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع هي مجرد مقاطعة لحماية دولنا وأضح معالي وزير الخارجية أن الحج مسؤولية كبرى تولتها المملكة العربية السعودية منذ حكم الملك عبد العزيز إلى الآن وهذه المسؤولية تولتها بكل أمانة مؤكدا معاليه رفض البحرين أي مساس بالسعودية ومحاولات قطر تسييس الحج وجدد معاليه تأكيد الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب رفضها التفاوض على مطالبها الثلاثة عشر مشيرا إلى أن المجال مفتوح لقطر للتحاور حول كيفية التنفيذ وفي اللقاء نفسه أكد معالي وزير الخارجية أن التعنت القطري لا يفيد قطر والقطريين وأن على قطر أن تلتزم بالمطالب وتمضي في اتجاه الحل للأزمة الاستمرار على الموقف سيعمق العداء وسيعمق الخلاف بينه وبين دول شقيقة لها في المنطقة الدول الشقيقة لا تطمح إلى الإساءة لقطر ليس هناك أي إساءة لقطر في موقف الدول الأربع ليس هناك أي ظلم لقطر في موقف الدول الأربع هناك رد للإساءة هناك دفع للظلم فإن عادت الاعتراف بالخطأ فضيلة وخصوصا ما بين الأشقاء والأشقاء صدرهم رحب للتعامل مع الموضوع أن قرروا تبديل السياسة لكن إن استمروا في سياستهم هذه فلن تكون ذا فائدة بس أرجو أن لا يطلقوا علينا أي تهم بأن نحن محاصرينهم وأن نحن ظالمينهم لأن هذا من العيب أن يقال هذا الكلام تجاه الأشقاء وأرجو أن يراجعوا لغتهم في هذا الكلام وخلال المقابلة فند مع علي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد الخليفة الادعاءات القطرية بأن دول الخليج تفرض حصارا على دولة قطر مؤكدا أن قطر لا تواجه حصارا إنما هي إجراءات سيادية اتخذت ضد قطر نتيجة سياستها الداعمة للأرهام لأن المسألة ليست حصار من بداية أزمة قطر ونحن نقول لقطر وللعالم كله لأنه ليس هناك حصار هناك أغلاق للحدود وأغلاق للأجواء وليست بدائرة كاملة حوالي دولة قطر مطار قطر مطار الدوحة مفتوح يشتغل 24 ساعة موانئ قطر كلها مفتوحة وتشتغل 24 ساعة وتنقل من البضاع والقطريون الآن في الصيف يقضون إجازاتهم في مختلف إنحاء العالم عن أي حصار يتكلمون كلمة حصار كلمة خطيرة كلمة حصار مفهومة في القانون الدولي أن هناك منع هناك أغلاق أبواب من كل النواحي هناك مشاكل تنجم عن هذا الحصار ليست هناك مشكلة واحدة اليوم الآن وهذا الكلام أنسبة للمسؤولين القطريين ليست هناك مشكلة واحدة في قطر تتعلق بأي حصار كان فأرجو أن يكونون حذرين مع هذه الكلمة لأن هذا يدخل في خانة عدم الصدق وفي خانة عدم قول الحقيقة والكذب للعالم بأن هناك حصار على الدوحة والعالم يعي ذلك ليس هناك حصار وأرجو أن يوقفوا هذا الكلام وإن أصروا فليثبتوا لشعبهم وليثبتوا للعالم أن هناك حصار بإثبات أي حقائق عندهم في هذا الشأن إلى ذلك أكد معالي وزير الخارجية أن الموقف القطري في تدويل الحج هو مرفوض جملة وتفصيلا وأن هذا الموقف لم يصدر عن ألد الأعداء لدول المنطقة إيران فكيف يطالب النظام في قطر بتدويل الحج هذا حقيقة خطوة كبيرة وخطيرة من جهة السلطات القطرية أرجو أن يكونون حذرين في تعاملهم مع هذه المسألة هذه المسألة بالنسبة لنا مسألة حيوية ولن نقبل أي إساءة للمملكة العربية السعودية في هذا الشأن هذا الكلام سبق وأن سمعناه من إيران في كل موسم حج تأتي وترسل عملاءها من ضمن الحجاج وتثير الفتن وتثير الحرائق في كل مكان وتحاول تخريب موسم الحج ومن ثم تدعو مباشرة إلى تدويل مسؤولية الحج لم نسمعه إلا من إيران لم نسمعه من أي دولة إسلامية قريبة أو بعيدة والآن عدنا نسمعه من دولة شقيقة معانا في مجلس التعاون هذا شيء غير مقبول أبدا ونرى فيه تماهي واضح ونرى فيه أرجو أن لا يكون هناك تنسيق في هذا الموضوع أتطلع أن يكون هناك ثبات على الموقف من ناحية تعامل الحجاج القطريين مع شروط الأمن والسلامة